تفريخ للمشكلة وغياب للحلول أو تعنط ومغالطة في تنفيذها ذاكما انتهت إليه مشكلة الحديدة وموانئها الثلاثة قيل فيما سبق إن تجزئة الأزمة اليمنية ربما يقود إلى حلول أو تسويات جامعة وهو ذات القول الذي تبناه المبعوث الأممي مارتين جريفث الذي استهل مشواره بأمل إحراز تقدم ولو بسيط يباهي به سابقيه ممن ذهبت جهودهم سودا أمام تعقيدات الوضع في اليمن لكن ما دأب عليه المبعوث الأممي في بحث ملفات المشكل اليمني كل على حدة قاد إلى تعقيدات كثيرة في جانب منه وصرف النظر عن البحث في عموميات الأزمة وهو أمر يصب في صالح ميليشيا الانقلاب التي تراهن على الوقت في تثبيت سلطتها وتعويد الناس على نظامها لذلك ذهبت إلى إغراق المبعوث الأممي في مشكلة الحديدة حتى بدى وكأنه على وفاق معها خصوصا بعد أن اصبح المشرع لمغالطاتها وما تزعمه بشأن الانسحابات من الموانئ فيما مضى قال المبعوث الأممي إن الميليشيا انسحبت من الموانئ وإن المرحلة الأولى من تفاهمات السوكهولم بشأن الحديدة تم تنفيذها كان ذلك القول في جلسة استماع للمبعوث الأممي في قاعة مجلس الأمن الدولي وهو ما لم تعترف به الحكومة الشرعية واعتبرته مغالطة وتحيزا واضحا للميليشيا قد لاحقا إلى خلاف يجري تسويته حاليا في الرياض مع الوكيل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بعد ذلك كله يخرج رئيس بعثة المراقبين ميكل ليلوسجارد ليؤكد أن المظاهر العسكرية للحوثيين لم تبرح ميناء الحديدة إلى حد كبير داعيا إلى إكمال عملية الانسحاب وإنهاء المظاهر المسلحة